السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة هتديم لك برنامج مجاني لوجه الليل الكريم بالكامل. طبعا برنامج مشترات ومبعاة ومرتجعات مشترات ومبعاة وعند ده نظام اكسل. اه كمان عندي هنا اه عندك ممكن تشتغل على صفحات هنا اه اه تمام او ممكن تشتغل على الصفحات الاكسل في نفس الوقت. لو انا كتبت هنا اسم مستخدم كده اي اسم مستخدم وجيت كتبت له مثلا اه كده اي بيانات وجيت اقول دخول للبرنامج. هقول لك اه كده كده هيخش لك على ايه البرنامج بتاعي. تمام? يبقى انا قدرت اخش على البرنامج. طب لو انا ما عنديش البرنامج ده وقفلته كده تمام? وعملته سيف. تمام? اه او ماشي مش مشكلة. هنسيبها خالص دلوقتي منه. هنا عندي قيمة الصفحات. قيمة الصفحات عندي هنا بيتشمل جميع الصفحات اللي موجودة معي. جميع الصفحات اللي موجودة معي. لو هي تمام? لو هي الاصناف تمام? لو هي تكويد الاصناف تكويد العملاء تكويد الموردين الداتا بتاعتي اللي انا اشغال عليها تمام? المشتريات المبعاة عندي هنا كمان المصروفات الفواتير المغزن وكمان عندي الحسابات وحسابات الموردين وعندي اه مرتجع المشتريات ومرتجع المبعاة. وانزل كمان كده عندي كمان قيمة هي تستعلمات. ابدأ اشتغل من هنا. من هنا من القيمة دي افتح اي بيانات انا عايزها. ما فيش اي مشكلة. تمام? يبقى انا جبت اقدرت على النموذج بتاعي اللي انا هتشتغل عليه وعاية من دك اهوت. اه فطورة مبعاة واقدر اشتغل على النموذج بتاعي. اه البرنامج لسه كمان مش كامل في حاجات هنبدأ ندخلها لكن انا حبيت اوريك البرنامج واسبولك هواسبولك مفتوح المصدر طبعا عشان تقدر تشتغل به تدخل بياناتك كلها ما فيش اي مشكلة في البرنامج. البرنامج القائم بتاعته بتبدأ تشتغل تمام? هنا ممكن قوله كده تمام? لو انا قفلت القائمة دي خالص وجيت هنا عندي هنا في البيانات بتاعتي اللي انا هبدأ اشتغل عليها. خلاص اه هنا عندي النموذج بتاعي اهوت. ابدأ افتح من هنا. لو اندخلت هنا كمان على تكويد الاسعار او الاصناف تمام? لو انا كتبت له مسلا هنا اه واحد وعشرين اهو تمام? وكتبت مسلا اه كتاب اه ماشي معلم الكراءة. تمام? معلم كراءة وكتبت هنا عندي سعر الشراء مسلا اه خمستاشر وسعر البيع مسلا مية وخمسين او مية ايه ممكن اقول له خمسة وعشرين جنيه تمام? لو انا حبيت ازود حد تاني مسلا اهوت ممكن اقول له ايه اه كراسة اربعة وعشرين ورقة تمام? اي بيانات ممكن اقول له مسلا هنا خمسة جنيه هباعها مسلا بتمانية جنيه. هنا اه اقول له مسلا اه ابدأ خشيلي ده خلي اي اصناف انت باع عندك حسب زي ما يكون ما عندك هنا مسلا ايه مسلا اه اه هنا ممكن اقول له جدول جدول الضرب الضرب مسلا اقول له مسلا سعره مسلا تلاتة جنيه ويتباع مسلا بخمسة جنيه تمام? وسيب راحتي ما فيش اي مشكلة. بانت اه ممكن تشتغل عن طريق عن طريق اكسل تمام? وعن ممكن تشتغل عن طريق القائم اللي انت تبدأ تشتغلها. تكويد العملاء ممكن اقول له تعالى هنا كده اقول له خمسة تمام? انتظر ما تطلعش من الصفحة عشان خاطر فيها بعينات ايه تانية كتيرة او ممكن تشتغل عليه. يعني انا ممكن اخش من عند القائمة هنا تمام? وبرضو تكويد الاصناف انا ممكن ايه تكويد الاصناف اخش من هنا. اخش من هنا. ابدأ اسجل عندي ايه? الاصناف تمام? هو بيبدأ يقول لي ان انا عندي اخر اخر واحد كام? تلاتة وعشرين تمام? عندي اخر واحد تلاتة وعشرين تمام? لو انا كتبت مسلا صنف هنا كده لو انا جبت صنف مسلا قلت له ايه? اه اي يعني اي صنف عندك بقى زي ما احنا اتفقنا ان انت ممكن تحط اي اصناف او اي منتجات انت عندك ايه موجودة معي? ممكن اقول لك ايه? اه زيت شعع اه فاتيكا تمام? اه مية وخمسين ميل تمام? وممكن اقول له سعر الشراء هنا مسلا ايه? خمسة واربعين جنيه. وهنا ابيعه مسلا ايه? بستين جنيه. تمام? ممكن اقول له مسلا هنا خلاص اقول له انا اربعة وعشرين. يبقى انا كنت عارف اخر حاجة عندي كام? اخر الصنف عندي ايه? وهو ايه? اسمه ايه? جدوال الضرب. انا عرفت ايه? البيانات بتاعته صحة كده. تمام? ممكن ابدأ من هنا. اقول له ترحيل. تمام? بيبدأ ارحل لي البيانات بتاعت اهو رحلها لي هنا فين? في جدوء في الزيت شعع. وبدأ يديني ايه? النموذج بتاعي. خلاص? بحب ازود حاجة تاني. تمام? كريم شعب. ممكن اقول له هنا سعر الشراء مسلا اه ستين جنيه. وهيبق مسلا بخمسة وتمانين جنيه. تمام? وهنا انا اخر واحد عندي كام? اه اربعة وعشرين. اقول له خمسة وعشرين. تمام? هنا ايه? اخر صنف عندك كان كام? خمسة وعشرين. كريم. كريم عندك هو. كريم شعر ده اخر حاجة ان انت اشتغلت عليه. طب لو انا حبيت افتح اي حاجة من هنا. اه شوف بص شوف عندك هوا. عندك اه امكانية ان انت ممكن تقف على اي صنف من الاصناف دي. مجرد ان انت بتحط عليه كده. زيت دبر ام لا خمسة وستين ممكن اقول له اغير هنا كده. اقول له بخمسة وستين. والبيع مسلا بخمسة وتمانين. وقول له تعديل الصنف. تمام اقول لك تم تعديل الصنف بنجاح. ممكن هنا تعمل تبعة الشي. ممكن قلو تمعت يطبع ل اه? اه. اقول له لا انا ااتعلم مش اعاوز اطبعت الشي دلوقت. تمام? ممكن اقول له حسف الصنف 재ف scar by اخش على اي صنف كده في الاخر كده. كده صنف بتاعي اي صنف اخير كده. اللي وقال له ايفا ده? تمام? اللي انا عملت قلو حسف الصنف. اه حسف ولي. خلاص هي es, ايه? من البرنامج خلاص? وقال لك اخر الصنف هنا خلاص هنا بدأ يدي لك اخر الصنف خلاصا. اهو تكويد الاصناف. اهو تكويد اسعار الاصناف. اهو بولك ان عندك ايه اخر حاجة خمسة وعشرين. اللي هو ايه موجود معي. لو انا قلت له مسلا من هنا كده. تعال لكده. لو انا هزفت ده كده. وايه قلت له دليت. اقول له كده كده. اقول له تعالى اعمل لي دليت. تمام? هيبدأ يمسح لي الصنف بتاعي اللي انا هتشتغل عليه. وابدأ ايه احطي بيناتي. تمام? كده. تعال لنفتح تاني. لو انا فتحت كده. تمام? وابدأ اقول له منضوح مسلا. اهو منضوح. تمام? وبقول له ايه مسلا? واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. تمام? ست. تمام? اقول له ايه? دخول للبرنامج. اه ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور ايه? لدخول. ماشي. انا اقول له مسلا هنا اه رقم غلط. اقول له منضوح اهو. اقول له مسلا تعالي. هنا اقول له واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. الدخول للبرنامج. اه تم الدخول للبرنامج ويبدأ يدخل لك على البرنامج بتاعك اللي انت اشتغلت عليه. خلاص? هنا اه تكويد العملاء. برضو انا عاوز دخل العميل من هنا. ممكن اقول له هنا عميل رقم خمسة. اه. عميل عميل رقم خمسة. كمان? ممكن اقول له تعالي هنا كده. اقول له العنوان. عنوان. كمان? رقم التليفون. او زيره مسلا اتناشر. هنا مسلا اخر اه رقم اللي عميل. اه ممكن اقول له زيره خمسة عادي كده ما فيش مشكلة. اه سجل من هنا. اه سجل من هنا. عندي العمل اللي انا الاخر اللي انا اعملتهم. انا قلت له جديد مسلا. اللي انا اقول له مسلا ايه? طبع حفز واغلاب. خلاص كده. اللي انا ابدأ اشتغل عليه في النموذج بتاعي. خلاص? يبقى انا اقدر اشتغل عن طريق البيانات بتاعتي. او ممكن لو انا ضغطت هنا. لو ضغطت هنا على اي بيانات هتبدأ تشتغل معي في النموذج بتاعي. خلاص? لو انا عفلت. وهنا بدي لك التاريخ كل وقت. اه اه تمام. اقول له تكويد اقول عملاء. مسلا اقول له ايه? هنا بديك العميل رقم خمسة. اقول له مسلا ده رقم ستة. خلاص? وبقول له ايه? عميل. عميل. عميل رقم ستة. تمام? اقول له العنوان. اقول له عنوان. ما فيش مشكلة. اقول له انه عندك الاسم العميل في النموذج بتاعي. خلاص? ممكن اشتغل اه الموردين. تكويد الموردين. اه بدأ عندي الموردين. اقول له تعالي تعالي هنا احطيلي خمسة اسم المورد. اقول له مورد رقم خمسة. تمام? طب العنوان? عنوان. اه مش انا اكتب عنوان. مسلا رقم تليفون زيرو اتناشة. هنا زيرو كام زيرو تلاتتاشر. اي بيانات. اقول له اي نموذج? اه ممكن. انا اغرق علىه. تمام? اقول له ايي تعالي? اه. اقول? عنوان اه اه. اى اغير فدا اقول له عنوان جديد. تمام? اقول له ه او تعديل. اه. اعديلوا لي. خلاص اعديل لي في نموذج. طب لوانك دخلت على رقم اتنين. مفوق ما عندهش عنوان اهو. حتى لو هنا هتلاقي ما عندهش عنوان. ممكن اقول له زفت. اه زفت. تمام? اقول له تعديل. تمام مجرد اعملت له تعديل اتعدل هنا في النموذج الرئيسي والنموذج ايه الفرع اللي انا اشغال عليه خلاص حبيت اخش على الداتا والداتا ديت بقى بتجي لي بقى الموجودة معي في النموذج يعني زي العنوان زي مسلا التصنيف وممكن اقول له التعامل ممكن اقول له فاتورة بيان الفاتورة وهنا ممكن المسؤول المسؤول عادل ومحمد ممكن اقول له للاجارات المصروفات وديد ايه المغزن وديد كانت الصفحات وده كمان التاريخ انا ممكن اختاري التاريخ ده اقول له مسلا ايه بختاري التاريخ مثلا النهاردة اقول له مسلا اهى هنا اقول النهاردة اقول له ايه انتر تمام اقول له تاريخ اقول له اندو تمام replied تاريخ النهاردة اقول له مسلا ايهbows behind çünkü 310 في 25 تمام وابدأ ايه يديني ايه النموذج اقول له لا تعال اطلع علي فوق تاني كده تمام اقول له اندو 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 كده تمام ابدأ اشتغل اقول له كنترول سي اهو كنترول في تمام ابدأ ايه اشتغل عليه في النموذج تمام اقول له تعال لي في المشتريات تمام المشتريات انا هنا عندي هات اضافة مشتريات جديد تمام اجي اقول له مثلا ببهنا يديني ايه الاصناف بتاعتي. الاسناف بتاعتي. خلاص يعني هنا يديني الاسناف. اللي انا اللي موجودة معية. ممكن ابحث هنا مثلا اقول له ايه آآ آآ كريم. اقول له كريم. هنا مفيش كريم طبعا. اقول له مثلا بيبي جوي. اه. اقول له مثلا ايه? ماس واحد, اللي هو ايه ده? تمام. اقول له مثلا ركم الفاتورة. ركم الفاتورة اه التاريخ الشراء. اي تاريخ مثلا النهار 분� mots paar دير عام عشرة مثلا yellow 25 تم مسلسل اخر مسلسل كان خداشر آيه ايه خليه hire 16 تمام واجاء اقول له تعال لي قولة ايه ترحيل ترحيل قل ترحيل اه بدأ ايه ربقم حداشر وقداني ايه البيانات بتاعتي هنا ممكن ايه طبع اسم المورد تمام اسم المورد تمام بتقدر تبحث في الارقم بتاعة رقم الفاتورة. ممكن تعمل لي هناها اه تعديل ممكن تبحث بالاسم ممكن تبحث زي ما انت اسم المورد اهوت البيانات بتاعته ممكن اقول له النهاردة تلاتة وعشرين عشرة الفين خمسة وعشرين اقول له مسلا ده اي بيانات احب اشتغل فيها اهو مجرد انه بطلع اهو الاصناف اللي اللي جات عندي اقدر ايه اطلعها واشتغل عليه تمام اه كمان اقول له لا تعالي في ايه المبعات المبعات برضو هنا اهو نفس النظام ابدأ اشتغل على المبعات وقدر اطلع الاصناف بتاعتي اللي موجودة معي في النموذج اهو في ممكن اطلع البيانات بتاعتي اي بيانات انا عاوز اشتغل عليها او اعدل عليها ممكن اقول له اعدل لي البيانات واشتغل عليها في النموذج بتاعي هنا المصروفات برضو المصروفات ممكن المصروفات شهرية تمام اخر صنف مسلا اقول له اربعة مسلا ممكن اقول له اهو فاتورة المحمول تمام اهو ده الحاجات اللي موجودة عندي اهو تمام وممكن انا اغير اقول له مسلا هنا اقول له خليلي دات في شهر عشرة شهر عشرة اقول الخمسة وعشرين خمسة وعشرين. اقول له مسلا هنا الكمس مية وخمسين. تمام? وهنا المصروف اقول له ايه? ترحيل اقول له ايه ترحيل المصروف اهو. بدأ يترحل المصروف وبدأ يشتغل على المصروف جديد. تمام? اه ده رقم اربعة تمام? اقول له الاخير كده. الاخير ده. اقول له ده رقم اربعة واعمل لي تعديل. تعديل للبيانات او تعديل المصروف. ايبدأ يعديل المصروف. ويبدأ يشتغل على ايه النموذج بتاعي. خلاص? يبقى انا تعديل المصروف عدل تم تعديل اه صفحة اه خلاص اقول له ايه كده لو انا عملت كده تمام واقدر اقفل واقفل هنا كمان اقول له تعالي لي فواتير اه اه اجمال فواتير الشراء وفواتير المرتجعات تمام اهو اجمال الفواتير وابدأ ايه اشتغل عليها ادخل بياناتي ادخل اي نموذج انا محتاجه مفيش مشكلة حسابات العملة هنا حسابات العملة طبعا انت بتقدر تخش على حسابات العملة بتاعتنا رصيد اول المدة والمبعات والمشترات وين كان هنا انا 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 الاستعلامات. هنا الاستعلام ممكن تستعلم عن تاريخ فطورة اي تاريخ فطورة وتقدر تشتغل على الفواتير بتاعتك والبحث واستعلام. بيبدأ يدين ايه البيانات بتاعته اللي موجودة معنا. اه برنامج سهل وبسيط واقدر استخدمه هنا برضو بحث عن المبعات واقدر اشتغل عن البحث في المبعات بتاعتي اللي انا شغال عليها وهنا استعلامات المغزن. وهنا كمان عندي هنا استعلامات اهو. كل ما بخش هنا بيبدأ يديني ايه نماذج جديدة. كشف حساب اهو عميل. بيبدأ يديني كشف حساب عميل. وهنا بيبدأ يديني فواثير. اهوات. تمام? قلت على الشاشة الرئيسية. تمام كده? قلت على الشاشة الرئيسية بغيوب كده. واقدر اخش على الصفحة. يبقى انا عندي برنامج اه سهل وبسيط. اقدر اطلع له في البيانات كلها. واقدر اطلع جميع البيانات اللي انا هبدأ اشتغل بها. وطلع ايه? النماذج صحيحة في النموذج بتاني. اه البرنامج مجاني لواجل الله الكريم. طبعا لو انا قفلت ده خالص وجيت على تمام كمان اهوات. عندي عندي اهوات البيانات. ممكن انت والموديولات هيات موجودة معاك. لو انت عاوز تخش على اي نموذج وعايز تعرف الاكواد بتاعته. خلاص انا خشيت هنا كده. اطلع اخش على الاكواد اللي انا هبدأ اتعامل معها. تمام? في النموذج اهو اللي انا اللي انا عمله. تمام? اللي انا بدأ اشتغل عليه. واقدر ادخل اي نموذج. اي نموذج. اي اهو. اي نموذج اقدر اشتغل عليه. اهو. الموديولات اهوات. اقدر ايه? ادخلها. واقدر اشوف ايه? البيانات بتاعته. هنا ترحيل. الترحيل اللي هون ده عطت اتنين كليك كده. هيبدأ يديني اهو. بيانات الترحيل. والاكواد بتاعت كلها. هسبها لك ان شاء الله. جميع الاكواد مفتوحة المصدر تبدأ تشوفها وتقدر تنفذ على النموذج اللي احنا عامله. برضو نفس النظام. يعني مش هنا بس انا ممكن اقول له اتعلالي في ده. تعالالي. وخش هنا كده. اقول له لا اتعلالي انا عايز اه 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 اشوف اتباعة. اتباعة هي اه اه هنا اتباعة. اقول له تعالالي شوف اهو اتباعة. بيبدأ يدي لك ايه? بيانات الطباعة. هنا الاغلاق برضو نفس النظام بيبدأ يدي لك الاغلاق. هنا اقول له لا اعاوز ايه? تعديل البيع. اقول له تعديل اهو تعالى. ويبدأ اعديل لي ايه? البيانات بتاعتي اللي موجودة معها. تمام? والدواء اللي هو اكتب اه اه تمام? ويبدأ اشتغل على النموذج بتاعك او البرنامج بتاعك. عدل عليه واشتغل عليه وخش شوف النموذج بتاعك اللي احنا عاملينه. هل البرنامج ده آآ ينفعنا? ولا البرنامج ده ما ينفعناش? البرنامج ده سهل وبسيط. تقدر تشتغل به في جميع البيانات بتاعتك او جميع المحتويات اللي انت ممكن تشتغل عليها. قوائم سهلة وبسيطة تقدر تشتغل بها وكمان خلي بالك المهم كمان في عندنا القوائم المنسادرة ديت اللي انت تقدر ترابطها بالبرنامج بتاعك في كل برنامج. آآ طبعا متمنى رب ان يكون وفعنا في شرح النهاردة ونلتك في الحاليات القادمة بازن الله. شكرا لحضراتك. اشتركوا في القناة